كان خرج من المباراة بعد ما تعرض لإصابة دكتور محمد أبو العلى طبيب المنتخب قال أنه عنده إصابة في أربطة الرجبة إن شاء الله تبقى خفيفة بإذن الله هيعمل أشياء أول ما الفريق يوصل إلى الكاهرة الفريق هيوصل إلى الكاهرة صباح الغد إن شاء الله فالأمور إن شاء الله تطلع بسيطة بالنسبة ليه مصطفى محمد نعرض مصطفى محمد لما خرج بدأنا ناخد بالنا أوه إحنا واخدين بالنا بس عارف إنت إيه إنت خلاص بقى حسيت عملي إحنا عندنا مشكلة يا جماعة في مركز المهاجم الصريح في منتخب مصر في مصر يعني في قرى المصر مصطفى محمد رائع جدا في المركز ده وقف على فكرة النهاردة أحمد أبين قف ما قدرش نوم على أي شيء يعني أول مباراة يعني يشارك فيها في جزء كبير ما عندوش خبرات دولية كبيرة مباراة في تصفيرات كسعالم خارج الأرض يعني أمور صعبة كتير مش أشايله أي حاجة خلص النهاردة بس إنت أنا ما تبص على كرة القدم المصرية مين يا جماعة بعد مصطفى محمد يعني مصطفى محمد لو هنا في الحتة دي 8 من 10 مثلا هتلاقي اللي بعده 4 3 يعني ممكن 5 عشان حتش يزعل بس بعيدة عن اللي تحته فدي حكاية محتاجين نفكر فيها الأيام اللي جاية إن شاء الله ربنا يشفي مصطفى محمد ويرجع يكسر الدنيا مع منتخب مصر في المباراة اللي جاية بس بس لازم يبقى فيه 1 و 2 و 3 في المركز ده أمور مرموش على فكرة بيلعبها مع انتراكت فرانكفورت ففي كل أحوال ممكن في وقت من الأوقات الكابتن حسام حسن يستخدم أمور مرموش كمهاجم صريح بس عمر مروفايل مختلف على مصطفى محمد يعني فاهم؟ مش هو نفس طريقة اللعب أو التكنيك بتاعليه بقى أو أسلوب اللعب بس مش يعني أمور مرموش مهاجم جاية جدا في ندرة في هذا المركز للأسف يعني اشتركوا في القناة